كاد تنتهي أزمات العراق انسداد سياسي مستمر منذ أشهر وأفاق الحل مستعصية ووسط المشهد المثقل بالخلافات تلويح من قوى في الإطار التنسيقي بفرض الحل بإعاز من التنسيقي أعلن البدء في الاستعدادات لتنظيم مظاهرات شعبية الهدف منها الضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة كاملة الصلاحية خطوة تأتي غداة إعلان زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على الحوار مع التكتل السياسي بما فيها الإطار التنسيقي بشروط على رأس هذه الشروط أن يكون الحوار علنياً يتضمن إبعاد كل المشاركين في العملية السياسية والانتخابية فضلاً على المحاسبة الفاسدين عودة الصدر إلى الساحة وقبوله الحوار جاء رداً على تأكيدات أممية إلى وجوب مشاركة كل أطراف العراق في الحوار حسابات المرحلة أيضاً دفعت الصدر وفق البعض إلى العودة للحوار خاصة وسطاً في ضاد حلفائه السابقين عنه ومشاركتهم في الجلسة البرلمانية الأخيرة التي جددت الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحركات تشيء إلى تعزز احتمال مضي التنسيقي وحلفائه القدامى والجدد بعملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ولو من دون مشاركة الصدر وفي خضم هذه التجادبات يتوجس البعض من عودة الفرقاء في العراق إلى المربع الأول فيما يستبعد متابعون للشأن العراقي قدرة الإطار على إدارة هذه المرحلة باعتباره أنه سيميل إلى محور ما وهو ما قد يدخل العراق في دوامة التدخلات الخارجية